إلى أخبار الأحوال الجوية الآن مع أحلم مساء الخير أحلم مساء الخير حنان شكرا أهلا بكم مشاهدين لمتابعة الحالة المطرية التي ما زالت تؤثر على المملكة العربية السعودية سنتابع في هذا الفيديو القادم حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة صباح يوم أمس عشرين حالة تصادم وثلاث حالات دهس إضافة إلى تسعة عشر حالة من الانزلاقات الأرضية وتم إسعاف هذه الحالات جميعا مشاهدين وكانت هناك حالة واحدة غرق في سيل وفقا لعمليات الهلال الأحمر فيما تلقى الدفاع المدني عددا من البلاغات عن احتجازات سيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذه الشوارع سننتقل من هذا الفيديو مشاهدين إلى صور الأقمار الصناعية ونتابع حركة السحب الماطرة المتوقعة على السعودية طبعا ما زالت هناك توقعات بأن تشهد المدينة المنورة والمناطق الغربية المزيد من الأمطار التي تقدر من خفيفة إلى متوسطة خلال الثمانية واربعين ساعة القادمة إضافة إلى المنطقة الوسطى الرياض وغيرها ستشهد أجواء غائمة إضافة إلى السحب العادية ركامية ممكن أن تكون هناك توقعات له طول أمطار ولكن ستكون بنسبة بسيطة بالنسبة للمناطق الشمالية في السعودية فيها سحب منخفضة تعمل فقط على أجواء غائمة إضافة إلى تدني في درجات الحرارة سننتقل من صور حركة السحب إلى درجات الحرارة المتوقعة ليلا وسنلاحظ كيف سيكون الانخفاض على المناطق الوسطى أو المناطق الشمالية ستكون هناك درجات حرارة منخفضة كما نلاحظ مع أن تصل إلى 17 درجة مئوية مع أجواء غائمة على المنطقة الشرقية بالانتقال إلى الرياض ممكن أن تكون هناك أجواء باردة تصل إلى 16 درجة إضافة إلى أجواء غائمة جزئيا إذن مشاهدين بالنسبة لسرعة الرياح ستؤثر على المناطق الغربية الشمالية الغربية للسعودية ممكن أن تصل سرعتها إلى 56 كيلو متر في الساعة وممكن أن تعمل على إثارة الغبار والأتربة إذن مشاهدين نكتفي بهذا القدر من التوقعات لهذه الساعة المزيد في النشرات القادمة وشكرا لكم اشتركوا في القناة